أطلقت مؤسسة عبد الحميد شومان في العام 2017 برنامج مخيم معلمي العلوم وهو مخيم يتعرض فيه المعلمون والمعلمات لتدريب مكثف عن مهارات التفكير الناقدي والتعليم اللانمطي ويهدف إلى توظيف البيئة المحيطة في الغرفة الصفية لتسهم في تنمية مهارات التعليم والتعلم والتفكير لدى الطلبة حيث يقوم المشاركون والمشاركات في المخيم بتعلم مهارات تصميم أدوات تعليم لانمطية لاستخدامها في الحصة المدرسية لشرح موضوع علمي ضمن المنهاج الدراسي السلام عليكم ورحمة الله أنا المعلمة أماني أبو رمان معلمة فيزياء وعلوم اليوم إن شاء الله رح أقدم أداة المدينة الأداة مخصصة لطلاب الصف الثامن متعلقة بشرح درس المسافة والإزاحة زي ما أنتوا شايفين الأداة عبارة عن مخطط المخطط عملت على تصميمه ووضع الأيقونات بحيث إنه الطالب لما يشوفها يمر برحلة تعليمية متكاملة ويمر بالعملية التفكير وهاي العملية يربطها مع واقع الحياة ويستنبط ويحل المشكلات بناء على تجربته وممارسته من خلال رحلة تعليمية زي هون في عنا عدة مدن مقسمة جغرافيا ففي عنا المدينة الأولى عبارة عن مدينة السوسن السوداء الطالب يعيش فيها كأنه بالمنطقة الصحراوية وبلاحظ خصائص المنطقة الصحراوية ويكون الأيقونات موزعة على مستوى بياني فبيقدر الطالب يحدد الشمال والجنوب والشرق والغرب والمسافات ما بيناتها من خلال مقياس الرسم وبحل مشاكل حياتية ممكن إنها تواجه هاي المدينة بطريق التعلم وتفكير ناقد مختلف عن التعليم النمطي مثلا زي في عنا هون سؤال إنه في عنا مشروع التشجير في المدينة السوسنة السوداء محتاج إلى عدد من العمال وهاي العمال لازم يجوا من عند أرض الواحات فزي ما احنا شايفين الطالب لما بده يحدد إنه مسافة والإزاحة اللي رح يقطعها العامل من أرض الواحات لغاية مشروع التشجير محتاج إنه يعرف مقياس الرسم محتاج إنه يحدد البعد ما بين النقطتين وكمان يحدد موين النقطة المرجعية أثناء عملية الحركة ويعرف يحدد وين الشمال الجنوب الشرق الغرب لما بده يحكي الإزاحة يعرف أمتى أو وين الاتجاه للإزاحة فبهيك إنه بحل مشكلة حياتية بتواجهنا دائما بحياتنا لكن من خلال عملية اللعب وممكن إنها تنحط بنص الصف والطلاب يكون متجمعين حواليها ويتقسموا مجموعات وكل مجموعة ينطرح عليها سؤال ويعملوا على حله بطريقة تعاونية وإنهم يفكروا فيها من خلال إسقاط الواقع على هاي المشكلة وكمان ممكن إنه المعلم يطور على هاي الأداء بربطها بكثير من المواضيع المتعلقة بالعلوم ومادة الفيزي على حسب ما تحتاج منه العملية التعليمية وإن شاء الله يارب إنه المعلمين يكونوا قادرين على الاستفادة من هاي الأداء زي ما استفدت منها بالحصة الصفية وشكرا لكم اشتركوا في القناة